مرحباً بالجميع، في هذا الفيديو سنتعرف على أداة مذهلة لتحويل النصوص إلى صوت بشري طبيعي إنها مينيماكس أوديو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمنحك نتائج صوتية واقعية بكبسة زر واحدة مينيماكس أوديو هي خدمة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صوت يشبه صوت الإنسان متابعيني جميعاً على قناتكم ليوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال زي ما شفتم كده في البداية بتكلم عن مينيماكس والصوت ده أنا عملت له استنساخ باستخدام مينيماكس أوديو وهو إلى حد ما مش بطال زي ما انتوا شفتم كده في البداية ولكن حتى الأصوات اللي موجودة باللغة العربية جواه ما ننصحش بيها فأنا ننصحك إن انت تستخدم الصوت بتاعك لو حبيت إن انت تستنسخ صوتك بشكل عام أنا أحكلمكم النهاردة عن المنصة بتاعة الأوديو لأن انتوا عارفين مينيماكس منه شات منه فيديو فيه كمان منه ايجنت وإحنا النهاردة بنستخدم الأوديو والأوديو ليك عشر تلاف كريدتز فير مانث شبه بالضبط 11 لابس حتى الانترفيس بتاعته أو حتى الوجهة الخاصة بيه شبه 11 لابس حطلك الرابط في الوصفة أسفل فيديو أول ما حتخش عليه حتلاقي الشكل تيكست تو سبيتش لو أنت على طول عايز تحط النص بتاعك وتحوله فأنت بتبتدي تحط النص بتاعك هنا عفترض أن أنا حط النص بتاعه وليكن هذا النص على سبيل المثال يعني النص اللي أنا استخدمته في الأول وهنا بتبتدي تختار من الفويس الفويس الموجودة بتختار مثلا اللغة فهنا مثلا اللغة العربية طبعا لغة العربية هتكون في اللايبيري قليلة جدا ومش عاجبني بصراحة الصوت بتاعت الأشخاص الموجودين في اللغة العربية عشان أقول لك بصراحة يعني ولكن زي ما قلت لك استنسق صوتك أفضل حيكون أحسن وتستخدمه في التعليق الصوتي تستخدمه في القراءة يعني voice over أي إن كان الحاجة اللي هتستخدمها عشانه وأرجع تاني أقول يفضل إن انت ما تستخدمش أصوات أحد آخر يعني لازم يكون صوتك أنت أو استخدم من الأصوات الموجودة بالنسبة بقى للغة الإنجليزية حدث ولا حرج هتلاقي فيه كمان حسب الأكسنت British أو Australian أو Indian يعني كل الأكسنت موجودة وكمان بالنسبة للجندر مير وفيميل والإيج عايز الصوت يكون صوت شبابي ولا صوت أدلت ولا ميدل إيج حدث منتصف العمر فيه كمان story teller فيه man with device شخص بصوت عميق أنا مش عارفة أو جربت هنا حد من الإنجليز هل حيبقى صوته إيه أخباره تعالوا كده نختار يعني الصوت ده معرفش بقى هل حيقراه باللغة العربية ولا لأ نشوف سكتسمع الصوت كده من الأول مرحبا بالجميع اليوم بنستعرض أداة قوية لتحويل النص إلى كلام منيماكس أوديو المنصة اللي بتحول النصوص لصوت طبيعي طبعا الكتابة هنا باللغة العمية الشخص زي ما احنا شايفين أنا مختراه إنجليش أصلا ومع ذلك بيقرأ بالعربي ما فيش أي مشكلة كمان مع أعتقد الفصحة هيكون أفضل في تحكم في الاسبيتش في تحكم في الفوليوم أيضا بالنسبة لي الميوزيك تقدر أنت تولد ميوزيك باستخدام المينيماكس أوديو وأيضا بالنسبة لي الفويس ديزاين تقدر تصمم الناس سأقولي أصمم فويس إزاي إن أنا أبتدي أصمم أقول الفويس ده أنا عايزي يكون فويس لميل التك بلوجر هنا أعطيك مثال يكون صوت بهاي انرجي بيتكلم بحماس يكون بيتكلم بإقناع وابتدي أكتب الأمر بتاعي وابتدي إن أنا أختار ما بين الأصوات الموجودة وحط التكست وابتدي أولد الفويس أو أصمم الفويس اللي أنا عايزة أستخدمه بعد كده في إنتاج تكست كتير زي ما أنا عايزة تليك ثلاثة يعني تقدر أنت تصممه في الخطة المجانية ثلاث أصوات تقدر أنت تصممها في الخطة المجانية ده بالنسبة لتصميم الأصوات بالنسبة للفويس كلون وسهل جدا أنت حتبتدي إن أنت يا إما تسجل ريكورد أوديو يا إما تبتدي إن أنت تسجل فويس ديك وتبتدي ترفع الملفات بتاعت الصوت ديك لحد عشر ملفات وكل ملفة مش قل من عشر ثواني التسجيل أنا بفضل إن أنت مش قل من دقيقة في كل ملفة تبتدي ترفع مش قل من ثلاث أربع ملفات وبعد كده بتبتدي إن أنت ممكن تطلب منه كمان تريموف الباكجراوند نايز يعني أنا لو رحتك كده مثلا وريتك أنا عملت إيه؟ أنا بتديت إن أنا أرفع ده اللي أنا عملته في الصوت اللي أنتو شفته في بداية الفيديو رفعت الملفات بتاعت الصوت وقلت له كمان ريموف الباكجراوند نايز وسميت الصوت سميته مروة زي ما أنتو شفته معايا وهنا بتديت إن أنا أختار اللانجويتش بتاعي اللي هو اللغة العربية وإي كونفيرم إن أنا عندي استخدام هذا الصوت وابتدي يعمل كونفيرت وحيبقى فيه صوت يعني لو روحنا هنا في التكستوثبيتش الصوت ده هيكون في ماي فويس الصوت دوات مثلا باللغة العربية وهو اسمه مروة يعني حتى أنا مصنفوه هنا في الأربيك تقدر أنت تستخدمه الصوت بتاعك فكل مرة هتحط نص تختار الصوت بتاعك وهكذا وتولد النص بتاعك بصوتك عايز تولد اوديوبوك عايز تولد اللي أنت عايزه طبعا في الخطة المجانية مش حينفع اوديوبوك لأن تليك 10,000 characters إلا بقى إذا كنت هتعمل حاجة صغيرة جدا فيه الويس ايزوليتر والويس ايزوليتر أنت ممكن أن ترفع اوديو أو فيديو فايل لحد 500 ميجا بايت و3000 ساكند بيعمل إيه بي ايزوليت البيجراوند نويز أي نويز في البيجراوند هو بيبتدي إن هو يشيلها هرجع الثاني أقولك سواء كان اوديو أو فيديو فايل فتقدر تعمل ريكورد اوديو كمان لو فيه أي نويز في البيجراوند بتتشيل ده بالنسبة لي الويس ايزوليتر زي ما قلتلك النيوزيك في البيتا أنت هنا ممكن أنت تقول إيه نوعه مثلا جيتار بيانو تختارك الموديلز هنا هو موديل واحد هو ميوزيك 1.5 بالنسبة لي التيكس تو سبيتش حابة أن أنا أنبهك أن أنت عندك كذا نموذج في التيكس تو سبيتش لو رحت معاك كده لي الهوم حتبص تلاقي أن فيه كذا نموذج في التيكس تو سبيتش ممكن تحط النص هنا وتولد على طول لو أنت عايز ستوري لو أنت عايز كرييت اا كوميرشيال لو أنت عايز بلد اي اي توتر هبتدي هنا أحط النص بتاعي زي ما أنتوا شايفين وأبتدي هنا أختار الموديل هنا أعتقد أن أفضل موديل أو أحدث موديل هو الـ O2HD أو تستاندين كلونينج أكريسي لو فيه الصوت هنا في كلون هختار الصوت بتاعي وهنا حيديك المفروض النتيجة أفضل يعني هو أحدث موديل أو نموذج لإنتاج الصوت بالذكاء الاصطناعي بيبقى مناسب جدا مع الاستنساخ وفهمه للصوت المستنسخ فأنت ممكن لو أنت هتستنسخ الصوت بتاعك وعايز تعمل به نص الأفضل لأنت تستخدم Speech O2HD Speech O2 Turbo بيكون مناسب مع المالتي لانجول وبيكون البرفورمانس بتاعه السيبرير كويس جدا Speech O1HD بيكون Enhanced Audio Quality بيحسن Audio Quality وبيشتغل أيضا مع الكلونينج بامتياز أنا هختار Speech O2HD وحبتدي أن أنا أدوس Generate وأشوف الصوت اللي حيطلع حبتدي أعمل بس Download علشان تسمع الصوت مرحبا بالجميع في هذا الفيديو سنتعرف على أداة مذهلة لتحويل النصوص إلى صوت بشري طبيعي إنها Mini Max Audio منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليك بها أدري ليك ثلاث مرات Trials تقدر أن أنت تستخدمهم في عملية الكلونينج وبالنسبة للإيموشن استخدام الإيموشن Happy Sad Angry Neutral ممكن مثلا سي أختاره يكون مش عارفة مناسب مع هبي ولا لا بس هعمل Regenerate ونشوف مع بعض تم توليد الصوت مرحبا بالجميع في هذا الفيديو سنتعرف على أداة مذهلة لتحويل النصوص إلى صوت بشري طبيعي إنها Mini Max Audio منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمنحك نتائج صوتية واقعية بكبسة زر واحدة دعونا نبدأ Mini Max Audio هي خدمة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صوت يشبه صوت الإنسان بشكل مدهش تدعم المنصة أكثر من 300 صوت مختلف و32 لغة زي ما احنا شايفين دا الفويس بي الإيموشن الهابي فيه لسالية خمسة من ستة وبالتالي تقدر تستخدم انفعالات بقى مختلفة على حسب النص تقدر تعمل كلونينج نرجع تاني الفويس كلون انت ليك ثلاث مرات على حد علمي بويس ديزاين ممكن تعمل تصميم لثلاث أصوات كل دا في الخطة المجانية في الميوزيك أيضا في الخطة المجانية حاجة ممتازة جدا بصراحة أنا شايفة أن 10,000 characters كويسين أو أنت تجربوا وتستخدموا استخدام خفيف دا بالنسبة لي Mini Max Audio منصة ممتازة جدا شفنا فيها الHilo AI وشفنا Auto اللي هو الإصدار الجديد في توليد الفيديوهات شفنا دلوقتي مع الأوديو لو أنت مهتم بميني ماكس تقدر تشوف الشات يعني باتكلم عن كل جديد في الجزء المتعلق بالشات بوت على قناة Infotech4U فبدعوك أن أنت تشوف هذا الجزء والإيجنت أيضا من الحاجات المميزة لإن شاء الله ممكن أتناولها أيضا قريبا أتمنى كونوا استفدتم من فيديو النهاردة ناس اللي كانت تسأل على ميني ماكس أوديو وليك أي سؤال تقدر تحطولي في التعليقات وبحاول أجاوب قدر الإمكان على الأسئلة شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم من وتابعينا الأعزاء ولو كنت بتشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمدن فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة